بسم الله الرحمن الرحيم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام فمن الرحام ببيت الله الحرام لنعقد مجلسنا هذا السابع عشر من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى الذي أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الأربعاء التاسع من شهر شعبان سنة 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولعله أن يكون آخر مجالسنا المنعقدة لهذا الدرس قبل شهر رمضان بعون الله تعالى وتوفيقه لنعاوده فيما بعد حسب ما يتيسر إن شاء الله تعالى وهذا المجلس ما زلنا نواصل فيه أحاديث باب الجنابة من كتاب الطهارة وباب الجنابة هو خامس أبواب الكتاب وقد نضى معنا فيه أول أحاديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وهو جنوب وهذا المجلس نتدارس فيه شرح الإمام تقي الدين رحمه الله للحديثين الثاني والثالث حديث أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وميمونة رضي الله عنهما وفيه غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة والحديثان فيهما مسائل متعلقة بهذا الباب نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا قال الإمام بن دقيق العيد رحمه الله الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه هذا الحديث والذي يليه كما تقدم فيهما صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديث غسله عليه الصلاة والسلام إنما يرويها أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا وهذا من حكمة تعدد أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من أمور الشريعة والفقه في الدين ما يتعلق بخصوصيات المرء كأمور الطهارة وشؤون الأسرة وخصوص ما يتعلق بالرجل فيما يكون بينه وبين أهله ومثل هذا لن يكون أمام أعين الصحابة كما يرونه في سائر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام فأراد الله أن يكون لنبينا عليه الصلاة والسلام زوجات متعددات يعتنين بنقل هذا الجانب من حياته الخاصة ليكون قسوة الأمة في فعله وما ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولله الحكمة البالغة هذه من حكم تعدد أزواجه عليه الصلاة والسلام وحديث عائشة رضي الله عنها الذي سمعتم قبل قليل تحكي غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا حكت لنا وصف غسله عليه الصلاة والسلام وهو يشتمل على جمل يتحدث الشارع رحمه الله تعالى عما يتعلق بها من الفوائد واستنباط الأحكام وجبلة الحديث تدور على قضايا ثلاث أولها البدء بالوضوء قبل الغسل ثانيها صفة الغسل ثالثها مسائل وأحكام هي من مستحبات غسل المسلم مما أقام عليه فقهاء الشريعة أحكام الغسل من الشروط والواجبات والسنن وهذا الذي يتعرض له الشارع رحمه الله تعالى حسن الله أليكم قال رحمه الله الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه أحدها قولها كان إذا اغتسل من الجنابة يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويحتمل أن يكون قولها اغتسل بمعنى شرع في الفعل فإنه يقال فعل إذا شرع وفعل إذا فرغ فإذا حملنا اغتسل على شرع صح ذلك لأنه يمكن أن يكون الشروع وقتا للبداءة بغسل اليدين وهذا بخلاف قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتا للإستعاذة هذا أول الوجوه التي أوردها المصنف رحمه الله تعليقا على رواية حديث عائشة رضي الله عنها قولها كان إذا اغتسل من الجنابة هذه اللفظة فيها لغة أحكام جليلة يتعلق بها استنباط الفقهاء منها كان ودلالتها على التكرار ويأتي حديث المصنف عنها الآن كان إذا اغتسل من الجنابة اغتسل بمعنى فرغ من الجنابة لأن الفعل ماضي هذا ظاهر الفعل فإن التعبير عن الحدث بنسبته إلى الزمن الماضي يدل على وقوعه والفراغ منه كما تقول قرأ الدرس وأكل الطعام وصنع الشيء يدل على الفراغ منه في الزمن الماضي لكن ليس المراد به هنا في الحديث قطعا لأنه ليس المراد أنه بعدما يفرغ من غسله يفعل ما ذكرت من صفة الوضوء وغسل يديه لكن احتاج هذا إلى فهم المراد وبيان حقيقة المراد قولها كان إذا اغتسل إما تقول على معنى إذا شرع في الغسل أو على معنى إذا أراد أن يغتسل وكل المعنيين سيكون مجازا ليش مجاز؟ لأن الحقيقة في التعبير بالفعل الماضي هو نسبة الحدث إلى الوقوع في الزمن الماضي والفراغ منه هذا هو المعنى الحقيقي لأي فعل ماضي تقول فعل ذهب أكل شريم صنع فإنه يدل على حدوث الحدث والفراغ منه فيما مضى من الزمن فإذا أردت معنى سوى ذلك يدل عليه السياق أو قرينة الحال أو شيء ما من القرائن التي تدل على غير هذا المعنى وهو صحيح لغة فإنه يكون مجازا قال إما أن يكون المراد إذا اغتسل من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل فمعنى إذا اغتسل إذا أراد أن يغتسل وأتاك بشاهد لهذا المعنى المجازي المستعمل بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومعلومون أن الاستعاذة لا تكون إلا قبل القراءة لا بعدها كما يقول بعض من شذ في المسألة فإذا قرأت القرآن فاستعذ إذا قرأت يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله فطالما صح عندنا تأويل الماضي في قوله إذا قرأت بحمله على معنى إذا أردت فكان من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل فليجعل هذا الحديث أيضا منهم يقول الزمخشري عبر عن القدرة عن الفعل بالفعل كما في قولك الإنسان لا يطير والأعمى لا يبصر أي لا يقدر على الطيران والإبصار إلى أن قال كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل وذلك لأن الفعل مسبب عن القدرة والإرادة فأقيم المسبب مقام السبب للملابسة بينهما ولإيجاز الكلام هذا أول التأويلين في قولها إذا اغتسل يعني إذا أراد أن يغتسل التأويل الثاني إذا اغتسل يعني إذا شارع وابتدأ فيكون ابتداؤه بما ذكرت غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة إلى آخر الحديث هل يصح في اللغة أن يستعمل الفعل الماضي الدال على وقوع الحدث وانتهائه في الزمان الماضي أن يستعمل بمعنى الشروع في الشيء قال نعم وهذا يصح يقال فعل إذا فرغ وفعل إذا شارع وهو مجاز أيضا ليش مجاز لأنه يصدق نفيه فإذا قلت كان إذا اغتسل فيقول لك هل قد اغتسل تقول لا هو لم يغتسل فطالما صح نفيه كان ذلك علامة على المجاز لأن من علامة المجاز صدق نفيه فيقول من إطلاق الجزء على الكل فإذا إذا اغتسل يعني إذا شارع في الاغتسال قال الشاريح رحمه الله فإذا حملنا اغتسل على شارع يعني على معنى شارع في الغسل صح ذلك لأنه يمكن أن يكون الشفروع يعني في الغسل وقتا للبداءة بغسل اليدين فهذا ملائم للمعنى ويصح به المراد لكن لا يصح أن نأتي للآية فإذا قرأت القرآن فننزلها على المعنى الثاني والتأويل الآخر فنقول إذا شرعت في القراءة أما الحديث فيصح فيه التأويلان إذا أراد أن يغتسل وإذا شرع في الاغتسال أما الآية فإذا قرأت فلا تصح إلا على التأويل الأول إذا أردت أن تقرأ ولا يصح تنزلها على التأويل الثاني إذا شرعت في القراءة لما؟ لأنه متى محل الاستعاذة؟ قبل الشروع في القراءة فأنت إما أن تبدأ بالقراءة أو تبدأ بالاستعاذة قال رحمه الله وهذا بخلاف قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة هو وقت الاستعاذة ضرورة أن محل الاستعاذة هو محل القراءة فلا يمكن أن يشغل الوقت الواحد بالأمرين معا فلهذا جعلت آية فإذا قرأت القرآن دائما عند أهل العلم تجعل مثالا للتعبير عن الفعل بإرادته فتقول إذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الوجه الثاني يقال كان يفعل كذا بمعنى أنه تكرر منه فعله وكان عادته كما يقال كان فلان يقرد ضيفا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وقد يستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار والأول أكثر في الاستعمال وعليه ينبغي حمل الحديث وقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل نعم هذا الوجه الثاني الذي تكرر معنا في غير ما حديث مضى وهو كيف نفهم حكاية الصحابة رضي الله عنهم للأفعال المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة كان يفعل هل يستفاد من ذلك تكرار هذا الفعل لنثبته سنة من سننه عليه الصلاة والسلام الدائمة والمستمرة أو هو حكاية للحدث لإثبات أصل المشروعية بغض النظر عن سنية التكرار وتقدم أن صيغة كان يفعل تفيد عندهم التكرار أعني عند جمهور الأصوليين كان يفعل لأنه فرق بين أن يقول الصحابي فعل كذا رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يحكي الفعل مرة ويكون من باب المطلق الذي يصدق عليه الصورة الواحدة لكن كان يفعل فيها دلالة على التكرار من أين هل هي من كان أم من الفعل المضارع أم من مجموع الأمرين من يقول إنه الذي أفاد التكرار دخول كان على المضارع قال المصنف كان يفعل كذا بمعنى أنه تكرر منه فعله وكان عادته كما يقال كان فلان يقر الضيف من القرى وهو إكرام الضيف وإطعامه وتقديم ما يستحقه من الضيافة ومثله أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير كما في الحديث الصحيح المراد منه الدلالة على تكرر ذلك منه عليه الصلاة والسلام وإثباته له صفة ونعة مستمرا هذا المعنى المتبادر كما قلت لك وعليه أكثر الأصوليين يقول ابن الباقلاني قول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يفيد في عرف اللغة تكثير الفعل وتكريره قال تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أن يداوم على ذلك فيما ذهب آخر إلى أن الصيغة لا فرق بينها وبين قول الراوي فعل كذا فلا تدل كما قال المصنف وقد تستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار ولهذا قال التفتازاني والتحقيق أن المفيد للاستمرار هو لفظ المضارع وكان للدلالة على مضي ذلك المعنى هذان قولان قال المصنف والأول أكثر في الاستعمال ما هو أنها تفيد التكرار قال وعليه ينبغي حمل الحديث وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل فإذا ما المراد في الحديث أن هذه عادته في الغسل عليه الصلاة والسلام ما هي أن يبتدئ بغسل يديه ثم وضوءه للصلاة أو كما يتوضأ للصلاة قبل أن يعمم بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام بالماء هذا في الفعل كان يفعل لكن تأمل معي صيغة الحديث هنا كان إذا اغتسل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة وعندنا هنا أداة أخرى للدلالة على الزمن وهو إذا ومضى معكم أنها من أدوات العموم في الزمان يعني كلما فهذا قرينة أخرى تدل على أن المراد بالفعل المنسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هنا هو التكرار المرتبط بأداة الشرط يعني كلما اغتسل فعلى ذلك فهذه أداة عموم ولهذا قال الصنعان رحمه الله بعدما تطرق إلى ذكر الشارح رحمه الله للمعنيين قال قلت ها هنا مقيد لعموم الأوقات وهي كلمة إذا أي إذا كان في أي وقت اغتسل فعلى كذا فإذا يتحرر حتى على الخلاف في كان مع المضارع تدل على التكرار والاستمرار أو لا تدل يبقى أن الحديث هذا فيه قرينة تدل على التكرار والاستمرار الفعل وهي إذا أداة الشرط التي فيها التعليق بكل زمان يقع فيه الفعل والمنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الوجه الثالث قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال في قولها كان إذا اغتسل من الجنابة تكلم على إذا اغتسل وتكلم على كان إذا اغتسل والآن انتقل إلى لفظة الجنابة من الجنابة قال تطلق على المعنى الحكمي الذي ينشأ من التقاء الختانين أو الإنزال السؤال ما المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال ما المعنى الحكمي كل أحكام الجنابة وجوب الاقتساد وتجنب القعود في المسجد وامتناع قراءة القرآن والصلاة ومس المصحف والطواف وسائر الأحكام المتعلقة بالجنابة إذن يقول قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال سؤال هو يقول قد تطلق على هذا المعنى الحكمي طيب وهل تطلق على معنى سواه الجواب نعم تطلق الجنابة على المني نفسه كما في القاموس الفيروز أبادي وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنه في مجلس لاحق كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش تقصد؟ المني فالمراد في الحديث المني لكن هاهنا لم يحمل على المني كان إذا اغتسل من الجنابة ليس المقصود إذا اغتسل من المني لكن المقصود إذا اغتسل من الحكم الذي ترتب على ذلك الوصف فعل كذا وكذا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الوجه الثالث قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال وقولها من الجنابة في من معنى السببية مجازا عن ابتداء الغاية من حيث إن السبب مصدر المسبب ومن شأ له طيل كان إذا اغتسل من الجنابة يعني بسبب الجنابة فمن هنا في حقيقتها لابتداء الغاية فعبر بها مجازا عن معنى السببية قال لأن السبب مصدر المسبب كأنه ابتداء للحكم الذي توقف على هذا السبب فعادت إلى معنى ابتداء الغاية في أصلها لكنها بالمعنى المجازي الذي هو السببية نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الوجه الرابع قولها غسل يديه هذا الغسل قبل إدخال اليدين الإناء وقد تبين ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إذن قولها في الرواية رضي الله عنها هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ قال غسل اليدين هنا قبل إدخالهم الإناء لا تقول هذا قياسا على أحاديث الوضوء فإنه كما ثبت هناك أنه كان يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء وكان يأمر بذلك فنزلنا هنا صفة الغسل عليه ما نحتاج إلى هذا قبل جاء مصرحا به أين في موضعين أو في طريقين أحدهما ما أشار إليه المصنف طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وهذه الطريق لحديث عائشة رضي الله عنها أخرجها الترمذي في سننه والشافعي في المسند والحميدين عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء بهذا التصريح والحديث أيضا في صحيح مسلم لكن من غير هذا الطريق حديث عائشة رضي الله عنها وفيه التصريح بأن غسل اليدين قبل الإناء لكنه من طريق أخرى قال فيها الإمام مسلم حدثنا عمرون الناقد قال حدثنا معاوية بن عمر قال أنبأنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه قبل أن يدخل يديه في الإناء ثم توضأ وضوءه للصلاة فهذا لفظ مسلم موافق لطريق هشام بن عروة لطريق سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه الذي أخرج الترمذي والشافعي والحميدي رحم الله الجميع حسنا الله إليكم قال رحمه الله الوجه الخامس قولها وتوضأ وضوءه للصلاة يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل ولا شك في ذلك لا شك في ماذا في استحباب أن يبدأ المغتسل من الجنابة بماذا أن يبتدئ بالوضوء قال لا شك في هذا الاستحباب وشذ من ذهب إلى الوجوب إلى وجوب الوضوء قبل الغسل وهو محكي عن أبي ثور رحمه الله ولا دلالة لا في هذا الحديث ولا في غيره على ما ذهب إليه كما قال ابن الملقن رحمه الله تعالى أحسن الله إليكم قال رحمه الله قولها وتوضأ وضوءه للصلاة يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل ولا شك في ذلك من أين أخذ هذا الاستحباب نعم من ثبوت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكي على صفة الاستمرار كان إذا اغتسل غسل يديه وتوضأ وضوءه فإذا هذا في أقل أحواله وفيد الاستحباب في ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله نعم يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد أو يقال إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة وإنما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى طب هذا نقاش لطيف وفيه تمرين على إعمال النظر في مسألة التعامل مع اللفظ المحتمل لأكثر من احتمال في الدلالة وهذا تدريب ولا تنشأ الملكات إلا بمثل هذا وهذا من دقيق الكلام الذي تجده عند مثل الإمام بن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول انتبه معي الآن لا شك في أن هذا الفعل يفيد الاستحباب ما هو تقديم الوضوء قبل الغسل من الجنابة السؤال هل هذا الوضوء الذي يبتدئ به الغسل هو جزء من الغسل قدم يعني الغسل ما هو هو غسل جميع أعضاء البدن وجه ويدين ورأس ورجلين فهل هو ابتدأ فمضمض واستنشق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هو جزء من الغسل قدم ثم دخل باقي أعضاء الجهس اتباعا أو هو وضوء منفصل وضوء حقيقي مكتمل الأركان ثم شروع في غسل يعم البدن جميعا فيكون عندئذ وضوء حقيقة وكان هذا كافيا عن غسلها في الجنابة فإذا وضوء مستقل حقيقة مكتمل الأركان واكتفينا بغسل هذه الأعضاء عن إعادة غسلها في الجنابة في تعميم البدن فإذا عمّم البدن لا داعي لأن يغسل اليد إلى المرفق بل يغسل العضد والمنكب تحت الإبط والصدر والظهر والفخذين والركبتين والساقين ولا داعي لأن يغسل القدم إذا كان قد غسلهما في الوضوء فيكون هذا من باب أنها طهارتان صغرى وكبرى ودخلت الصغرى في الكبرى فأجزأت عنها ولا داعي لإعادتها السؤال قبل التحليل لهذين الاحتمالين هل من فرق إذا قلت الجواب ألف أو باء يعني إن قلت هو وضوء مكتمل الأركان واكتفينا بغسل أعضائه عن إعادة غسلها في الجنابة أو قلت لا هو ليس وضوءا هو غسل واحد قدمنا فيه هذه الأعضاء لشرفها لكونها أعضاء وضوء ثم عممنا بقية الجسد هل من فرق حكمي الجواب ما فيه فرق حكمي في النهاية هي صفة وضوء وغسل سواء قلت هو وضوء مقدم أو قلت هو جزء من الغسل تقدم في النتيجة واحدة لكن هو كما قلت لك نوع من ملكات تنشأ بمثل هذا النظر واسمع إلى ما يقول الشاريح رحمه الله تعالى قال يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة هذا الاحتمال الأول وهو الذي يبدو ظاهرا ليش لأنها تقول كان إذا اغتسل عليه الصلاة والسلام غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل فطالما عبر عنه بالوضوء إذن هو وضوء حقيقة إذن هو طهارة صغرى تؤتى بها كاملة بدءا من غسل اليدين إلى غسل الرجلين على ما سيأتي في الخلافة لتؤخر الرجلان إلى بعد الغسل أو تقدم لكنه وضوء كامل هل هو وضوء حقيقة قال هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد ما موجب الطهارتين الموجب هو الحدث الجنابة هو الذي يوجب الطهارة سواء كانت صغرى أو كبرى وضوء أو غسل الموجب واحد فبالتالي صار الاكتفاء بغسلهما مرة واحدة كافيا ليش؟ لأن الموجب واحد فلا نحتاج إلى غسلهما إلى غسل الأعضاء مرتين نعم قال أو يقال هذا الاحتمال الثاني أو يقال إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة يعني هذا جزء من الغسل قدمناه على بقية أعضاء الجسد قال أو يقال إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة وإنما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى ثم قلنا على الاحتمال الأول قال فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة وعلى الاحتمال الثاني قال يسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى فالمحصلة في الاحتمالين واحدة نعم قال فقد يقول قائل قولها وضوءه للصلاة مصدر مشبه به تقديره وضوءا مثل وضوءه للصلاة فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة لأنها لو كانت مغسولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توضع عين الوضوء للصلاة فلا يصح التشبيه لأنه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وكانت تشبيه في الصورة الظاهرة هذا إيران على أي القولين يعني هو تأييد لأي الاحتمالين أنه وضوء مستقل أو هو جزء من الغسل قدم على بقية عضاء الجسد على الاحتمال الثاني أنه جزء من الغسل قدم على بقية أعضاء البدن ليش؟ قال انظر إلى تعبير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة توضأ وضوءه هذا المصدر وضوءه يسمونه المصدر المشبه به هذا مصدر نوعي كما تقول سرت مسير الأمير يعني سرت مسيرا يشبه مسير الأمير وتقول مثلا فعلت فعل فلان تقصد أنك تشبهت به في فعله طيب إذا فهمت ما معنى المصدر المشبه فانتقل معي إلى قاعدة متقررة وهي أن التشبيه في اللغة يقتضي المغايرة بين المشبه والمشبه به ليش؟ لأنه مستحيل أن تشبه الشيء بنفسه فلابد أن يكون المشبه غير المشبه به ولذلك أنت تحكي الشبه بينهما ولو كان شيئا ما تقول زيد مثل زيد لا زيد هو زيد ولا تقول زيد مثل الإنسان هو إنسان لكنك تحكي تشبيهه بشيء ناخ تقول زيد مثل الفرس يعني في السرعة زيد مثل البرق زيد مثل القمر إلى آخره فيقتضي المغايرة فإذا قالت عائشة رضي الله عنها توضأ وضوءه للصلاة هل يعني نفس وضوء الصلاة؟ أو شبيها به؟ شبيها به وليس هو الوضوء الحقيقي للصلاة يقول تقديره توضأ وضوءا مثل وضوءه للصلاة فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة وليس للوضوء قال لأنها لو كانت مغسولة للوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة فلا يصح التشبيه لأنه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به إذن حتى تستقيم لك القاعدة ويكون الكلام صحيحا سليما مستقيما لن تفهم معنى توضأ وضوءه للصلاة إلا على معنى أنه ليس الوضوء لكنه يشبه الوضوء في ماذا يشبهه؟ في صفته وهيئته لكنه ليس وضوءا بل هو مثله يعني في الصورة والشبه والشكل قال فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وكانت تشبيه في الصورة الظاهرة هذا إيراد ينتصر للقول الثاني وسيجيب عنه المصنف بثلاثة أجوبة تضعف هذا التوجيه وتقوي التوجيه الأول أن قولها توضأ وضوءه للصلاة يعني وضوء حقيقي فلهذا قال الفقهاء إن من سنن لاغتسال الوضوء قبله فإذا هو وضوء حقيقي مكتمد بدءا من غسل اليدين وانتهاءا بغسل الرجلين من غسل الكفين وانتهاءا بغسل الرجلين فهو وضوء حقيقي فاستمع إلى الثلاثة الأجوبة التي أجاب بها على هذا الكلام مع أنه يبدو في ظاهره وجيها وله حظ من النظر هذا أول الإجابات الثلاثة بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به هذا أول الإجابات أنه أسلم لك أن قولها توضأ وضوءه للصلاة مصدر مشبه إذا سلمت لك وإلا فيمكنني عدم التسليم لذلك والامتناع بأن أقول إن كلمة وضوءه للصلاة مصدر مشبه هذا أول الأجوبة إذن فماذا يكون قال سيكون مفعولا به وهذا يجوز فإذا ضمنت توضأ وضوءه بمعنى فعل يعني كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وفعل وضوءه لأجل الصلاة فيكون وضوءه ليس مصدرا مشبها بل مفعول به إذا ضمنت توضأ معنى فعل فليس مصدرا واقعا للتشبه وعندئذ خرجنا من هذا الإشكال كله ونقول بل هو مفعول فعل وضوءه للصلاة يعني توضأ هذا الجواب الأول قال الجواب الثاني والثالث بعد التسليم بكونه مصدرا مشبها أيضا ها هنا جوابان نعم قال وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به من وجهين أحدهما أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة والوضوء بغيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بغيد كونه خارجا عن غسل الجنابة فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه ولا يلزم منه عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة الآن على اعتبار أن قولها توضأ وضوءه للصلاة مصدر مشبه والتشبيه يقتضي المغايرة بين المشبه والمشبه به سنسلم بأنه مصدر مشبه وسنثبت وجها للمغايرة بين المشبه والمشبه به ما هو؟ الوضوء الواقع في الغسل هل هو عين الوضوء الواقع خارج الغسل؟ لا ذاك فعل وهذا فعل فصح أن تشبه الشيء الواحد بالعين أو بالفرد بالشيء ذاته لكونه واحدا من نوع آخر أو من فرد آخر كما تشبه زيدا وعمرا كلاهما أو كليهما شبهته ببعض الناس الآخرين في الإنسانية فشبهت الواحد بنوعه زيدا والواحد بنوعه عمرا بخالد وبكر أو بغيرهما في الإنسانية وهي أحد بالنوع نعم الإنسانية واحدة لكن أحد الأفراد متغايرة فالوضوء الواقع في الغسل غير الوضوء الواقع خارج الغسل وعندئذ قال شبه الوضوء الواقع في ابتداء الغسل بالوضوء الواقع في الصلاة في غير الغسل طيب هل هما شيئان؟ قال نعم هما فردان الوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارجا عن غسل الجنابة السؤال يا مشايخ هل هذه مغايرة حقيقية أو مغايرة صورية؟ ليست حقيقية الوضوء هو الوضوء هي مغايرة صورية يعني هذا وضوء متصل بالغسل وذاك وضوء مستقل خارج الغسل لكنها مغايرة هذا نوع من المماحكة في مناقشة الدلالات التي يثبت فيها المنتصر لقول وجها يستقيم له تقرير ما ذهب إليه أو يجيب عما ذهب إليه من يخالف طالما بقي في الكلام متسع ولهذا قلت قبل قليل إن الدربة على مثل هذا النوع من التمرين والتدريب في اللفظ المحتمل لبعض الدلالات أو لأكثر من دلالة ينمي ملكة يحتاج إليها الفقيه والأصولي كثيرا ومرة بعد مرة ودليلا بعد دليل ودلالة في إثر دلالة يعمل فيها النظر والفكر والفهم في مثل هذه المواضع تورث ملكة ودقة رفيعة يحتاج إليها الأصوليون لأنهم يتعاملون مع نصوص شرعية من لدن حكيم خبير محكمة ووحي منزل فيجب التقديس لهذه النصوص وتنزيلها قدرها اللائقة بها من إعمال الفهم والنظر قال رحمه الله الوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارجا عن غسل الجنابة فيحصل التغاير الذي يصح معه التشبيه ولا يلزم منه عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة إذن هي كما قلنا مغايرة اعتبارية ليست في صورة الوضوء وشكل هوايئته فهي واحدة لكن لإثبات وجه من المغايرة يصح أن تقول إنه مصدر مشبه وصح التشبيه على بابه في المغايرة بين المشبه والمشبه به هذا ثاني الجوابين كما قلنا ويبقى الثالث أو هو الثاني على تقسيم المصنف على تسليم كون قولها وضوءه مصدر مشبه به أحسن الله عليكم قال رحمه الله الثاني لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية شبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن كأنه يقال أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة أيضا هذا مسايرة للاتجاه إلى تقرير أن الوضوء في قولها توضأ وضوءه هو من التشبيه طيب تدري إيش تقصد؟ قالت كان إذا اغتسل غسل يديه وتوضأ الوضوء الذي في ذهنك يا مسلم أنت يا مسلم إذا سمعت كلمة وضوء أو تقول سمعت شخص يقول أنا أتوضأ أو أريد ماء للوضوء كلمة وضوء ماذا تعطيك تصورا ذهنيا؟ هو صورة التي تعرفها من مصطلح وضوء ويعرفها الصغار في أبناء المسلمين قبل الكبار الصورة الذهنية التي في ذهنك هي التي حكتها عائشة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت توضأ مثل الوضوء الذي تعرفه فإذا صح التشبيه لأنها شبهت فعله الواقع صلى الله عليه وسلم بأي شيء بالصورة التي في ذهنك عن الوضوء قال رحمه الله لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية شبهت هذا الفرد الذي وقع في الخارج يعني في الوجود في فعله عليه الصلاة والسلام بذلك المعلوم في الذهن كأنها قالت أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة عندي وعندك وعند كل من يسمع روايتها لغسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصنعان رحمه الله تعليقا على هذا الوجه الثاني قال غير خاف عليك أنه قد يقال يعني في عدم التسليم بهذا التقرير هذا من تشبيه الشيء بنفسه إذ الصورة الذهنية لا يعرف السامع منها إلا أفرادها الخارجية إذ ليس لها وجود إلا في ضمنها وهذا أحد أفرادها ومعلوم أنه لا يصح تشبيه الفرد الخارجي بنفس الماهية الذهنية من حيث وجودها في الأذهان فلا يصح أن يقال زيد كالإنسان أي كالماهية التي لهذه الأفراد في الذهن فإنه هو الإنسان من حيث إنه فرد منه موجود بوجوده قال وكأنه لهذا قال الشارح كأنه يقال أوقع في الخارجي ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة إلا أن هذا ليس من التشبيه في شيء كما قال رحمه الله تعالى ونقل ابن الملقن رحمه الله تعالى وكذلك بعض الشراح كالفاكهان أن هذا بحث حسن وتنقيح جيد لكن ليست له فائدة حكمية لأن الجميع متفق على صحة الغسل بتقدم صفة الوضوء المحكية سواء اعتقدنا أنه وضوء حقيقة قدم على الغسل فأجزأ عن غسل أعضائه أو اعتبرناه جزءا من الغسل قدم لشرف أعضائه فلا فرق في النهاية بين النتيجتين والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الوجه السادس قولها ثم يخلل بيديه شعره التخليلها هنا إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن أي شعر يقصد شعر الرأس طيب التصريح هنا باللفظ ثم يخلل بيديه شعره المراد به شعر الرأس وقع به التصريح أيضا في بعض الروايات كرواية النسائي وغيره وفيه اللفظ يشرب رأسه يعني يشبعه بالماء سيأتي ذكر المصنف له رحمه الله لكن طيب إذا قلت شعر الرأس طيب شعر اللحية هل يثبت فيه شرعية التخليل قال القاضي عيام رحمه الله احتج بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما بعموم قوله أصل الشعر وإما بالقياس على الرأس إذا المسلكان نعم يقرر الفقهة مشروعية تخليل اللحية فإما بدلالة اللفظية العموم وعموم الشعر أو بالقياس إذا اقتصرت في دلالة لفظ الحديث على شعر الرأس فتجعل إلحاق شعر اللحية قياسا عليه والله أعلم صلى الله إليكم قال رحمه الله الوجه السادس قولها ثم يخلل بيديه شعره التخليل ها هنا إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل هل يكون بنقل الماء أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء وفي فرق بين الصورتين نعم يعني هل التخليل أن تكون أصابعك مبتلة بالماء ثم تأتي إلى شعر رأسك أو لحيتك فتخللها تدخل الأصابع بينها أو هو تغترف من الماء ثم تأتي به إلى اللحية وإلى الرأس فتخلل الماء الذي حملته في يدك هل هو بنقل الماء أو الاكتفاء بإدخال الأصابع المبلولة بالماء من غير أن تنقل الماء نقلا قال رأيت في كلام بعضهم الإشارة إلى النقاش في هذا هل التخليل يكون بنقل الماء أو الاكتفاء بإدخال الأصابع المبللة بالماء من غير نقله نعم قال وأشار به إلى ترجيح نقل الماء لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب مسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر إذن هذا صريح في ماذا في نقل الماء أن التخليل إنما يتم في صورته المطابقة للسنة بأن تنقل الماء إلى الرأس إن أردت تخليل شعر الرأس أو إلى اللحية إن أردت تخليل شعر اللحية فيقع هذا بنقل الماء فتغترف من الماء غرفة فتنقله إلى لحيتك فتجعل نقل الماء مصاحبا لإدخال الأصابع في خلال الشعر وكذلك تصنع في الرأس إذا أردته تخليلا لشعر الرأس نعم قال فقال هذا القائل نقل الماء لتخليل الشعر وهو رد على من يقول يخلل بأصابعه مبلولة بغير نقل الماء ويأيد هذا أيضا أن قولها في الحديث ذاته حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها الماء من فين أخذناها؟ ما يحصل الظن بإرواء الشعر إلا بنقل الماء هو الذي يحصل به الري أما مجرد إدخال الأصابع المبللة لا يقال ظن أنه قد أروى البشرة يعني سقاها حتى ارتوت وهذا لا يحصل إلا بنقل الماء كما هو واهر الرواية نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال وذكر النسائي في السنن ما يبين هذا فقال باب تخليل الجنب رأسه وأدخل حديث عائشة رضي الله عنها فيه فقالت فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا قال فهذا بيّن في التخليل بالماء انتهى كلامه هذا صريح من قوله يشرب رأسه يعني يشبعه من الماء فكأنها صريحة في أنه أخذ الماء فأروى بشرته كأنه يسقيها لتشرب يشرب رأسه فدل على الإشراب نعم أو على التشريب أحسن الله إليكم قال رحمه الله وفي الحديث دليل على أن التخليل يكون بمجموع الأصابع العشر لا بالخمس من أين يديه قولها بيديه واليدان كم أصبع فيها عشرة نعم أحسن الله إليكم الوجه السابع قولها حتى إذا ظن يمكن أن يكون الظن هاهنا بمعنى العلم ويمكن أن يكون هاهنا على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر ظن في اللغة تأتي في استعمالها بهذين المعنيين إما ظن بمعنى الاحتمال الراجح مع وجود احتمال مرجوح لكن هذا أرجح فيسمى ظنا ويقابله الاحتمال المرجوح الوهم وأما استواء الاحتمالين فيكون شكا وظن تأتي أيضا في اللغة بمعنى القطعي والعلمي الجازم ومنه قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها وهم إذا رأوا النار يوم القيامة ليس الظن هنا بمعنى الاحتمال مع وجود احتمال مرجوح لا هو اليقين فيقول لما قالت عيشة رضي الله عنها ثم أدخل يديه في رأسه أو أفاض الماء حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض اشتقصد بظن علم أو ترجح عنده الاحتمالا واردان ما الأظهر؟ ما الأظهر؟ علم أنه أروى بشرته تأكد؟ أو غلب على ظنه؟ ما الأرجح من الاحتمالين في سياق الحديث؟ ليش رجحنا غلب على ظنه وليس قطع أو جزم لأنه أفاض حتى إذا ظن أفاض ولو علم قطعا أنه قد أروى بشرته فلا حاجة إلى إفاضة الماء وهذا سيبينه المصنف الآن مع الجواب عنه أتى لكل من المعيين بقرينة ترجح أحدهما نعم قال رحمه الله الوجه السابع قولها حتى إذا ظن يمكن أن يكون الظنها هنا بمعنى العلم هذا الاحتمال الأول ومنه قوله تعالى وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ويمكن أن يكونها هنا على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر ولولا قولها بعد ذلك أفاض عليه الماء ثلاث مرات لترجح أن يكون بمعنى العلم إذن هذه قرينة ترجح ماذا؟ نعم أنه غلب على ظنه يعني رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر لترجح أن يكون بمعنى العلم قال ولولا قولها بعد ذلك أفاض عليه الماء ثلاث مرات لترجح أن يكون بمعنى العلم فإنه حينئذ يكون مكتفا به أي بري البشرة وإذا كان مكتفا به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول إليه في الخروج عن الواجب نعم لأنه لو حملت ظن هنا بمعنى علمة كانت فوضة الماء بعد ذلك هدرا لا سيما وقد جاء النهي عن الإصراف في الوضوء فلا وجهها هنا إلا أن تحمل ظن بمعنى غلب على ظنه أو الاحتمال الراجح مع بقاء الاحتمال المرجوح نعم قال وإذا كان مكتفا به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول إليه في الخروج عن الواجب على أنه قد يكتفى على أنه ها هنا قرينة أخرى ترجح المعنى الأول أن علم أن نظن بمعنى علم على أنه على أنه قد يكتفى بالظن في هذا الباب فيجوز حمله على ظاهره مطلقا نعم سواء ثبت بعد ثبوت قولها ثم أفاض أو لم يثبت لأنه لو قلت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرة وذقرين أخرى أنه في باب الطهارة عموما في الشريعة هل بناء الأحكام في باب الطهارة في الشريعة مبني على الظن والاكتفاء به أو على العلم والقطع لا في باب الطهارة يكتفى بالظن في إزالة النجاسة في حصول الطهارة في رفع الحدث في تيقن الطهارة أو عدم الالتفات إلى الشك الطارئ عليها فيكتفى بغلبة الظن بحصول الطهارة فتكون مجزئة فإذا استصحبت هذا الأصل في الشريعة جعلت معنى قولها حتى إذا ظن على ذلك الأصل قد يكتفى بالظن في هذا الباب يعني باب الطهارة فيجوز حمله على ظاهره مطلقا يعني سواء جاء في الرواية ثم أفاض أو لم يأتي فلو قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وقف مثلا ويكتفى فتقول المراد بالظن هنا الأصل في بابه وهو الاحتمال الراجح مع بقاء المرجوح والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقولها أروى مأخوذ من يدي طيب قبل قولها أروى إذا قلت إنه ظن بمعنى عالم أو ظن بمعنى غلب على ظنه فما الحاجة إلى إفاضة الماء على الرأس سواء قلت علم بأنه أروى بشرته أو قلت غلب على ظنه والطهارة مكتفا فيها بغلبة الظن فما الحاجة إلى إفاضة الماء بعد ذلك خصوصا قلت لك مع استصحاب ما جاء في الشريعة من الاقتصاد في استعمال الماء والنهي عن السرف فيه والاغتسال بالقدر اليسير كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسر بالصاع يقول الصنعان رحمه الله قد يجاب بأن إفاضته ليست لإزالة الحدث بل لتحصيل الفضيلة إن ثبت شرعية التثليث في الغسل كالوضوء وهذا جعل دليله وبهذا يندفع ما سلف من ضياع إفاضة الماء بعد عم البدن بالإرواء وأنه ليس بإسراف أيضا نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وقولها أروى مأخوذ من الري الذي هو خلاف العطش وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء يقال رويت من الماء بالكسر أروى رياً ورياً 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 فتقول رويت أروى منه من الفعل فرويت في الماضي وأروى في المضارع رياً ورياً أو تقول أرويته إذا أدخلت الهمزة جعلته رباعياً متعدياً فأنت تنقل الري لغيرك فأرويتني إذ سقيتني الماء وأرويت الزرع أيضاً إذ سقيته وأرويت شعرك في الغسل إذا نقلت الماء إليه على وجه جعلت وصول الشعر فيه قد بلغها الماء نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وقولها بشرته البشرة ظاهر جلد الإنسان والمراد بإرواء البشرة إيصال الماء إلى جميع الجلد ولا يصل إلى جميع جلده إلا وقد ابتلت أصول الشعر أو كله وقولها أفاض الماء إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه يقال فاض الماء إذا جرى وفاض الدمع إذا سال طيب إفراغ الماء على البدن هل يشترط الدلك أو لا يشترط فيه خلاف والجمهور على عدم اشتراطه وظاهر الحديث دليل لهم من قولها أفاض الماء وإفاضة الماء مجرد إمراره على البدن فيكون محققا للإفاضة فلو جلس تحت المروش مثلا أو جعل الإبريق فوق رأسه وصب الماء فبلغ به عامة بدنه ومر بيده على بعض بدنه دون البعض طالما حصل إفاضة الماء على عموم البدن صح ذلك بل لو انغمس في ماء بركة أو مسبح أو نبع حصل تعميم البدن بالماء من غير دلك فأجزأ ذلك وهذا مذهب الجمهور في أن يكتفى يكتفى بإفاضة الماء بإصاله ولا يشترط الدلك نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقولها على سائر جسده أي بقيته فإنها ذكرت الرأس أولا والأصل في سائر أن يستعمل بمعنى البقية وقالوا هو مأخوذ من السؤر وسؤر الشيء بقيته فمن شرب من إناء فأعطى غيره فشرب بعده يقال شرب سؤره في الإناء يعني بقية شرامه الذي بقي في الإناء ورخص في الشريعة في سؤر الهرة وقال عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات وسؤر الهرة بقية الماء الذي يبقى في الإناء بعد شربها منه فالسؤر هو البقية نعم قال الشنفراء إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثر وغودر عند الملتقى ثم سائري ثم سائري يعني بقية جسدي وهو يتكلم على الرأس ثم قال وغودر عند الملتقى ثم سائري يعني سائر بدنه والمقصوده بقية بدنه نعم قال أي بقية وقد أنكر في أوهام الخواص جعلها بمعنى الجميع وفي كتاب الصحاح ما يقتضي تجويزه هذان مذهبان في اللغة الحريري في درة الغواص في أوهام الخواص استدرك على هذا الاستعمال لكلمة سائر بمعنى جميع واعتبرها من الخطأ الشائع المنتشر وصوب الاقتصار على استعمال سائر بمعنى باقي بينما ذكر الرانزي في الصحاح ذكر الجوهري في الصحاح وعنه الرانزي في المختار أنه يصح استعمال سائر بمعنى جميع فهذان مذهبان وينبني عليهما هل يصح أن تعد لفظة سائر من ألفاظ العموم أو لا فإذا قلت هو بمعنى جميع كانت من ألفاظه وإذا قلت بمعنى بقية بلى لكنها بقية الشيء بعد خروج بعض أفراده فتكون جميع الباقي فتكون سائر كذلك على هذين المعنيين نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الوجه الثامن في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد من أين أخذ من صريح قولها رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا نعم قال وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة فإنهما إذا اعتقب اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة فيكون تطهرا بفضلها هذا التفات فقهي دقيق لمسألة فيها خلاف بين الحنابلة وبقية الفقهاء في من ذهب إلى مسألة جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة يعني بفضل الماء المتبقي من المستعمل في طهارتها إذن تحرير لمحل النزاع أن يتوضأ الرجل بانفراد والمرأة بانفراد فلا إشكال أن تتوضأ المرأة من فضل طهور الرجل فلا خلاف في صحة ذلك أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة في بعض صوره خلاف حرره الحنابلة بالماء اليسير الذي خلت به المكلفة فإن ما يبقى منه لا يصح للرجل الاقتصاد به واعتمد على ذلك في حديث سيأتيك بعد قليل حديث الحكم الذي أخرجه الخمسة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وفي بعض ألفاظهم وضوء المرأة وسيأتيك الخلاف في تصحيحه قال الحنابل فهذا الحديث نص في حكم المسألة وبصورة التي حرروها جعلوا المسألة كذلك فيورد على الحنابلة مثل هذا الحديث حديث عائشة تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تقول رضي الله عنها نغترف منه جميعا ما وجه الدلالة قال المصنف إذا عتقب فإنهما إذا عتقب اغتراف الماء معنى عتقب تعاقب على الاغتراف من الماء كيف يعني يتعاقبان نعم هو يأتي بعده ويتأتي بعده إذا عتقب كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة ولابد فيكون عندئذ متطهرا بفضل طفورها والماء المستعمل طيب ممكن يقال لا نغترف منه جميعا يعني سويا ندخل يدينا ما كلانا في الإناء سويا فلا يحصل أنه أدخل يده بعدها ممكن هذا ممكن ونوقش بمثل هذا لكن يجاب عنه أيضا ولنفترض هذا أنه أدخلت اليدان أو الأربع يداها ويديه عليه الصلاة والسلام فإنه إذا ارتفع عن الإناء صح أن يكون ما بقي في الإناء هو من فضل طهوره وطهورها فحصل أيضا جزء من الصورة التي وقع فيها النزاع نعم في الحديث دليل قال في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة فإنهما إذا اعتقب فإنهما إذا اعتقب اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة فيكون تطهرا بفضلها ولا يقال إن قولها نغترف منه جميعا يقتضي المساواة في وقت الاغتراف لأن نقول هذا اللفظ يصح إطلاقه أعني نغترف منه جميعا على ما إذا تعاقب الاغتراف ولا يدل على اغترافه ما في وقت واحد وللمخالف أن يقول أحمله على شروعه ما جميعا فإن اللفظ محتمل له وليس فيه عموم فإذا قلت به من وجه اكتفي بذلك والله أعلم طيب وهذا كما يقول الصنعاني لو سلم مع بعده يعني بعد تصور أن يكون اغتراف النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة من هذا الإناء وليس غرفة واحدة يعني غرفة بعد غرفة وأنه في كل غرفة يقع التوافق أن تكون أن تكون اليدان منه عليه الصلاة والسلام ومن عائشة رضي الله عنها سويا في وقت واحد لو سلم هذا مع بعده فإنه بعد أول اغتراف يكون الباقي من فضلها وفضله ففي الغرفة الثانية يكون متطهرا من فضلها وكون الباقي مخلوطا بين فضله وفضلها لا أثر له فصدق أنه تطهر بفضلها على أن في بعض روايات الحديث كالتي أخرج الإمام مسلم في الصحيح في بعض ألفاظه تقول كنت أغترف أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي هذا على ماذا يدل نعم على أن الاغتراف لم يكن جميعا فتقول دعلي أنه أدخل يده في الإناء قبلها فإذا هي ستدخل يدها في الإناء منفردة وفي لفظ النساء قالت في إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول دعلي هذا صريح أيضا في أنها انفردت في بعض الغرفات بإدخال يدها رضي الله عنها فالحديث فيه دلالة واضحة وفي رواية الصحيحين في بعض ألفاظها ما يعزز هذا المعنى ويدفع الاحتمال الوارد ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المنطقة أكثر الناس على الرخصة للرجل في فضل طهور المرأة قال والأخبار بذلك أصحح وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به وهو قول عبد الله بن سرجس وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جمعا بينه وبين حديث الحكم فحملوا النهي والكراها على ما إذا انفردت وتجويز ما ثبت في مثل حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما أنها لم تنفرد بل اغتسلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديث الحكم المشار إليه أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وفي بعض الألفاظ وضوء المرأة قال الترمذي حديث حسن ونقل الترمذي عن الإمام البخاري قام في العيل قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح ثم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية فأما غسل المرأة والرجل ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه انتهى كلامه رحمه الله فإذا مسألة اشتراك الرجل والمرأة في الغسل كما في حديث عائشة هل هو من محل النزاع ليس من ذلك بل الحديث في من فرد به الحنابلة أو ذكروه ووفقهم إسحاق وغيره على من فردت به المرأة فهل يصح للرجل الطهور به والجمهور على جواز ذلك ولعله الراجح والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه نعم هذا حديث ميمونة رضي الله عنها وعلى طريقة الشارح رحمه الله تعالى كان يبتدئ بترجمة راوي الحديث وحصل له بعض التجاوز في بعض الحديث وهذا منها فإنه شرع مباشرة في الكلام على ألفاظ الحديث أما ميمونة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أم المأمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست من الهجرة وقال بعضهم سنة سبع وبنى بها في ذي الحجة رضي الله عنها والحديث الصحيح في الخلاف هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم محرما أو حلالا في سنة ست يعني عقبا صرافه من عمرة الحديبية سنة ست من الهجرة فإنه قد كان محرما صلى الله عليه وسلم روت عن النبي عليه الصلاة والسلام بضعة وأربعين حديثا أخرج الشيخان منها سبعة وكان اسمها برة فسماها النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة توفيت بسرف الواقعة على أطراف مكة من جهة الشمال اعتلت كما ينقل أهل السير اعتلت رضي الله عنها بمكة فقالت أخرجوني من مكة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أني لا أموت بها فحملوها حتى أتوا بها سرفا فماتت هناك ودفنت فيها قال بعض النسابة ماتت بمكة فحملها ابن عباس رضي الله عنهما على مناكب الرجال إلى سرف وهو بقرب مكة بينه وبينها عشرة أميال وقيل ستة وقيل سبعة وقيل غير ذلك وكان ابن عباس رضي الله عنهما قائما على جنازتها لأنها خالته وهي أخت أمه وقد قال رضي الله عنها في حديث الصحيحين بيت عند خالة ميمونة إلى آخر الحديث وأيضا اختلف في سنة وفاتها فقيل سنة إحدى وخمسين وفي الصحيح أنها توفيت قبل عائشة رضي الله عنها وصلى عليها ابن عباس رضي الله عنهما دخل قبرها هو ويزيد بن الأصم وعبد الله بن شداد وكلهم أبناء أخواتها وهي خالتهم جميعا رضي الله عنها وهي آخر من مات من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يوم وفاتها لها ثمانون أو إحدى ثمانون سنة وكانت جلدة نشيطة رضي الله عنها وهذا أحد الأقوال في أنها آخر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وفاتا لأن بعضهم قال إن آخرهن وفاتا أم سلمة رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين لكنه لا خلاف في أنها آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زواجا منه عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الكلام على حديث ميمونة من وجوه أحدها قد تقدم لنا أن الوضوء بفتح الواوي وهل هو اسم لمطلق الماء أو للماء مضافا إلى الوضوء وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء فإنها لم تغف إلى الوضوء بل إلى الجنابة نعم لأنها قالت وضع رسول الله عليه الصلاة والسلام وضوء الجنابة تقدم الخلاف في أول كتاب الطهرة هل كلمة وضوء اسم لمطلق الماء المستعمل أو المعدل الوضوء أم هو الماء المضاف إلى الوضوء يعني المستعمل فيه ولأثر ذلك خلافه تقدم سابقا قال يؤخذ من هذا اللفظ ترجيح المعنى الأول أنه اسم لمطلق الماء من فين أخذ قال لأنها لم تضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة وبالتالي فلما أضافته إلى الجنابة ليس متصلا بالوضوء إذن هو الماء مطلق الماء سواء استعمل في الجنابة أو في الوضوء قال ابن ملقن رحمه الله والظاهر أن الوضوء بالفتح هو الماء المعدل الغسل سواء أعددته للوضوء من الطهارة الصغرى أو للغسل في الطهارة الكبرى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثاني قولها فأكفأ أي قلب يقال فأكفأ بيمينه على يساره إيش يعني أخذ وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره ما معنى أكفأ أمال أو قلب طيب هذا راجع إلى كلمة أكفأ في اللغة نعم قال الثاني قولها فأكفأ أي قلب يقال كفأت الإناء إذا قلبته ثلاثيا وأكفأته أيضا رباعيا طيب إذن أكفأ وكفأ كفأ ثلاثي بمعنى قلب إذا جئت بطبق تقول كفأت الإناء يعني نعم قلبته رسا على عقب تقول كفأت وأكفأت ثلاثي ورباعي نعم قال القاضي عياض قال وقال القاضي عياض في المشارق وأنكر بعضهم أن يكون بمعنى قلب يعني لا تقول كفأ وأكفأ بمعنى واحد بثم تفرق بين الثلاثي كفأ والرباعي أكفأ تقول كفأت ثلاثيا بمعنى قلبت وأما إذا قلت بالرباعي أكفأت فيكون بمعنى أملت في فرق بين القلب والإمالة الإمالة أن تميل الإناء لتسكب شيئا من الماء الذي فيه وأما القلب فهو كما قلت لك قلبه رأسا على عقب نعم قال رحمه الله وأنكر بعضهم أن يكون بمعنى قلب وإنما يقال في قلبت كفأت ثلاثيا وأما أكفأت فبمعنى أملت وهو مذهب الكسائي إذن وبين القلب والإمالة فرق واضح القلب كب الإناء على وجهه بخلاف الإمالة طب والحديث شيقصد الإمالة الحديث يراد به معنى إمالة الإناء دون قلبه على وجهه وإلا سكب الماء كله نعم الثالث البداءة بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة هذا القدر من هذا المعنى والحكم الفقهي جاء في حديث ميمونة وليس في حديث عائشة رضي الله عنهما وهي مسألة فقهية مهمة هناك ذكر الابتداء بالوضوء وهنا ذكر شيئا قبل الوضوء ما هو غسل الفرج قالت وضع وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم قالت بعد ذلك تمضمض واستنشق إذن في شيء قبل الوضوء عند غسل الجنابة ما هو قال غسل الفرج يفيض الماء ليمنى على اليسرى مرتين أو ثلاثا يأخذ الماء لأي شيء في اليسرى لغسل الفرج قال رحمه الله البداءة بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى نعم وينبغي قال رحمه الله وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة لألا يحتاج إلى غسله مرة أخرى وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلها إذا قسل الفرج في الابتداء سيمس فرجه فإذا توضع بعد ذلك رفع الحدث وإذا اغتسل تم الطهارته لكن لو أخر غسل فرجه سيكون مترتبا عليه نقض الطهارة فيحتاج إلى وضوء من جديد فلهذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام غسل الفرج قال لإزالة ما علق به من أذى أي أذى؟ أثر المني وبقيته إن كان شيء عالق بالفرج فيغسله قال يغسل في الابتداء لألا يحتاج إلى غسله مرة أخرى قال وقد يقع يعني غسل الفرج بعد غسل أعضاء الوضوء فيحتاج إلى الوضوء مرة أخرى لما؟ لانتقاض الوضوء بغسل الفرج ومسه قال فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة وللغسل عن الجنابة فهل يكتفي بذلك أم لا بد من غسلتين مرة للنجاسة ومرة للطهارة عن الحدث طيب لو غسل فرجه مرة واحدة هل يكون كافيا أو يغسل مرة لإزالة النجاسة ثم يعود إلى غسل فرجه جزءا من بدنه في الاغتسال لرفع الحدث قال فيه خلاف الأصحاب الشافعي قبل أن نواصل في الكلام قال فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة وللغسل عن الجنابة السؤال أي نجاسة؟ أي نجاسة؟ هل المن نجس؟ طيب هذا فيه إشارة إلى ترجيح الشارح رحمه الله نجاسة المني وسيأتي إن شاء الله في حديث عائشة كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه نقاش مستفيض هناك لكن سيكون غسل الفرج هنا المصنف سيأتيك كثيرا في أثناء الشرح ويردد مسألة إزالة النجاسة في غسل الفرج فهذا يشير إلى ترجيحه أن المني نجس فيكون من مقاصد غسل الفرج عند من يقول بنجاسة المني إزالة النجاسة طيب ومن يقول بطهارة المني؟ ما وجه غسل الفرج؟ قال ابن الملقر رحمه الله غسل الفرج قبل وضوء الجنابة إما لنجس كائن عليه وإما لطاهر كالمني عند من يرى طهارته قال ورطوبة فرج المرأة عند من قال بطهارته فسواء قلت طاهر أو نجس هو شيء يحتاج إلى غسل فيكون هذا من حكمة تقديم غسل الفرج قبل الشروع في الوضوء وهذا من السنن التي يستحب للمسلمي كل ما احتاج إلى غسل للجنابة أن يتابع فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة وللغسل عن الجنابة فهل يكتفي بذلك أم لا بد من غسلتين مرة للنجاسة ومرة للطهارة من الحدث فيه خلاف لأصحاب الشافعي والذي صحح النووي الإجزاء ولم يخالفوا في أنها أجزاءت غسلة واحدة لأعضاء الوضوء لكن موجب الطهارتين للأعضاء واحد وهو الحدث قال ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة من حيث إن الأصل عدم غسله ثانيا هذا ظاهر حديث ميمونة غسل فرجه ولم تتطرق إلى غسله ثانية فدل على أن الاكتفاء بغسلة واحدة عن ماذا وماذا نعم عن إزالة النجاسة أو غسل أثر المني إذا قلنا بطهارته وعن رفع الحدث في الجنابة نعم طيب ممكن يقال قولها فيما بعد ثم غسل جسده أما يدخل فيه الفرج فيكون غسلا في البداية مستقلا ثم غسلا ثانية بعد ذلك تبعا لسائر جسده ممكن ولهذا قال الشارح قد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة إشارة إلى احتمال ولهذا قال ابن بطال إن قولها غسل جسده يدخل في عمومه مواضع الوضوء لكن أجيب عن ذلك بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام يخص أعضاء الوضوء فعرف من ذلك أن مفهوم الجسد إذا بعد ذلك يكون في بقيته دون ما قد تقدم غسله قال الحافظ ابن حجر لا يخف تكلفه فيكون حمل قولها غسل جسده على المجاز أي ما بقي بعدما تقدم ذكره فدل ذلك على قولها فيما بعث ثم غسل رجليه لأنه لم يغسلها في أول الأمر مع وضوئه صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف نعم هذا قولها رضي الله عنها في الرواية ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط مرتين أو ثلاثا وهذا مهم فهمه قالت الآن كان إذا توضأ أكفأ بيمينه على يساره غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط مرتين أو ثلاثا ما المقصود من ذلك؟ قال رحمه الله تعالى ضربه بالأرض أو بالحائط لإزالة ما لعله عبيق بالباء باليد أو علق باللام ما علق أو عبق باليد من الرائحة وعبق مناسب للرائحة فأن للرائحة عبقا يعني أثرا مشموما وهي في النسخة المحققة بالباء عبق أي لزق به ويكون كما هو في نسخة المحقق وأشار إلى أنها عند عدد من الشراح لكلام الشارح كمن العطار والفاكهان ومن ملقن عبروا باللام في نقل كلام ابن دقيق العيد عالقا والمعنى واحد في إزالة ما علق باليد من الرائحة إذا لاحظ معي هو الآن إذا غسل فرجه فإنه يبقى باليد من أثر ما غسل من فرجه أثر هل هو عين المني أو هو رائحته أو هو لونه والمرأة كالرجل إذا غسلت فرجها في رطوبة فرج المرأة هل الذي يعلق باليد بقية من أثر رطوبة الفرج أو من أثر المني أو رائحته كل ذلك محتمل والمصنف سيناقش هذا في المسألة الرابعة لكن قال هنا لإزالة ما لعله علق من الرائحة طيب وهل الرائحة التي تعلق نجاسة توجب إزالة قال زيادة في التنظيف لأنه سيأتي الآن أن هذا من المعفو عنه فحرصه صلى الله عليه وسلم على ضرب يده بالأرض أو بالحائط هو زيادة في التنظيف لا لأجل إزالة نجاسة يجب تطهيرها وسيشرحها زيادة هنا في الوجه الرابع صلى الله عليكم قال رحمه الله الرابع إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة لم يضر على مذهب بعض الفقهاء وفي مذهب الشافعي خلاف وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث عم ماذا؟ عما يبقى من رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في إزالة عينها أي نجاسة؟ نجاسة المني على كلام بعض الفقهاء ومنهم الشارع رحمه الله الآن هذا عليه جناب سواء كانت من جماع أو من احتلام أو غيره فأثر المني أو بقية المني باق في الفرج فإنه يغسله يغسل فرجه أولا فسيصيب في يده شيئا من أثر المني طيب هو غسل بالماء فيقينا عين المني بن قوسين النجس عند الشارع رحمه الله سيزول لأنه ما يزال يغسل بالماء مرتين وثلاثا فعينه قد زالت يقينا أو غالبا في الظن طيب فماذا يبقى إن لم يبقى العين ولا بقية منه فماذا يبقى؟ قال لا يبقى إلا الرائحة قال إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في إزالتها ونزل هذا على سائر النجاسات حتى نجاسة الثوب مثلا أصابت الثوب نجاسة بول أو شيء من براز أكرمكم الله فغسلها فأزال عين النجاسة واستقصاء فبقي أثر من رائحته السؤال هل بقية رائحة النجاسة بعد استقصاء في إزالتها مضر مؤثر يمنع من الصلاة فيه في ذلك الثوب مثلا قال لم تضر على مذهب بعض الفقهاء وفي مذهب الشافع خلاف قال هذا الحديث قد يؤخذ منه العفو عن بقية الرائحة بعد الاستقصاء في إزالة النجاسة من أين؟ نعم ووجهه قال رحمه الله ووجهه أن ضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط لا بد وأن يكون لفائدة ولا جائز أن يكون لإزالة العين قدها واحدة واحدة الآن عليه الصلاة والسلام غسل فرجه السؤال ليش يضرب يده بالأرض أو الحائط قبل أن يبدأ في الوضوء ليس لعبث محال له حكمة وفائدة طيب هذه الحكمة ما ضرب يده بالأرض والحائط إلا وقد طهر محل الأذى ليس كذلك؟ طيب إذن لما طهر محل الأذى زالت عينه النجاسة إذا اعتبرت المنية نجسا فلماذا يضرب يده بالأرض وبالحائط؟ فإذن هنا محاولة لتحليل هذه الاحتمالات الواردة في فعله عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون لفائدة قال لا بد وأن يكون لفائدة ولا جائز أن يكون لإزالة العين عين ماذا؟ عين النجاسة وهي المن عنده لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقاً وانتهى من غسل الفرج فطهره أليس كذلك؟ لو لم ينتهي من تطهيره من تقل إلى الخطوة التالية إذن عين النجاسة قد زالت نعم قال وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها فعند انفصالها ينجس المحل بها إذن نحن متأكدين أن اليد لم يبقى فيها أثر من عين النجاسة يعني هو لم يضرب يده بالأرض أو بالحائط لزالة بقية علقت بها لو قلت إنه بعدما غسل فرجه مرتين أو ثلاثة ولا يزال من أثر المن عالق في اليد فإذن منتهى من تطهير الفرج لأنه كما لو قلت في يده بقية من نجاسة متيقنة كبراز أو بول أكرمكم الله فإذا كان يغسل ولا يزال في يدي بقية من تلك النجاسة فإذن وما طهر المحل الذي كانت يده تحرص على إنقائه لكنك افترضت أنه قد طهر محل الأذى إذن لم يبقى في اليد من عين النجاسة شيء نعم قال وكذلك لا يكون للطعم لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين ولا يكون لإزالة اللون لأن الجنابة بالإنزال أو بالمجامعة لا تقتضي لونا يلصق باليد وإن اتفق فنادر جدا فبقي أن يكون لإزالة الرائحة إذن طالما تأكدنا أنه لم يبقى باليد عند ضربها بالأرض أو بالحائط لا عين نجاسة ولا طعمها ولا لونها فماذا بقي؟ ليس إلا شيء من رائحتها نعم قال ولا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه قد طهر ولو بقي ما تتعين إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهرا لأنه عند الانفصال تكون اليد نجسة وقد لابست المحل مبتلا فيلزم من ذلك أن يكون بعض الرائحة معفوا عنها ويكون الضرب على الأرض لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته ولو تجب إزالته لكان المحل غير نقي فلابد من إعادة غسل الفرج فدل على أن هذه البقية معفو عنها ولهذا ضرب يده بالأرض أو بالحائط لا لإزالة نجاسة بل لطلب الأكمل فإنها من القدر المعفو عنه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويحتمل أن يقال فصل اليد عن المحل بناء على ظن طهارته بزوال رائحته والضرب على الأرض لإزالة احتمال في بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها هذا احتمال لمن لا يقول بأن البقية من الرائحة معفو عنها إيش يقول يقول اكتفينا بالظن بظن أن الفرج قد طهر واكتفينا بهذا وكان الظن كافيا كما تعلموا في باب الطهارة فلما استقلت اليد وانفصلت عن محل النجاسة وهو الفرج واكتفاء بالظن والظن هنا راجح فوجدنا أثرا من الرائحة باقيا في اليد فكان الضرب بالأرض وبالحائط لإزالة نجاسة مطلوب إزالتها فلا تقول لإذا فرجه لم يطهر بلا اكتفاء بالظن قال يحتمل أن يقال هذا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والذي يقول احتمال الأول ما ورد في الحديث الصحيح من كونه صلى الله عليه وسلم دلك ها دلكا شديدا والدلك الشديد لا يناسبه هذا الاحتمال الضعيف ويقصد بالحديث ما أخرج مسلم في بعض طرقه من حديث ميمونة رضي الله عنها قال ثم ضرب يده أو ضرب بيده الأرض ثم دلكها دلكا شديدا إذن الدلك الشديد عمل زائد على ما تطلب الحاجة وهذا لا يفعله إلا لحكمة عليه الصلاة والسلام نعم إذن الدلك الشديد هل هو لرائحة معفو عنها الدلك الشديد هل هو لشيء معفو عنه لا لا يكون إلا لشيء زائد وهو نجاسة تجيب إزالتها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الخامس إذن هذا كله لما قال النجاسة وإزالة النجاسة والقدر المعفوع عنه من النجاسة يقصد المني وقد تكرر منه في هذا الحديث كثيرا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الجواب على من ذهب إلى نجاسة المني قال وأبعد من استدل على نجاسة المني بالحديث أو على نجاسة طوبة الفرج لأن الغسل ليس مقتصرا على إزالة النجاسة لأنه مربما يأتي الغسل للنظافة والتطيب لا لإزالة نجاسة فلا يتم الاستدلال وسيأتينا إن شاء الله تفصيلا في حديث عائشة مسألة الخلاف في طهارة المني ونجاسته أحسن الله إليكم قال رحمه الله الخامس قولها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه دليل على مشروعية هذه الأفعال في الغسل أي أفعال الوضوء المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وذراعيه آل واختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل فأوجبهما أبو حنيفة ونفى الوجوب مالك والشافعي ولا دلالة في الحديث على الوجوب إلا أن يقال إن مطلق أفعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب غير أن المختار أن الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب والأمر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات متى تقول إن فعله عليه الصلاة والسلام يحمل على الوجوب إذا كان بيانا لمجمل واجب فيكون بيان الواجب واجبا طيب والأمر بالغسل من الجنابة هل هو مجمل أصلا جواب لا ليس مجملا وبالتالي فلا إجمال فإذا كان ليس مجملا لا يصح تنزيله على قاعدة ما كان بيانا لمجمل واجب يكون واجبا فإذا لا دلالة في الحديث على وجوب الوضوع كما ذهب إليه بعض الفقهاء قال نوفى الوجوب مالك والشافعي قال الشارح ليس في الحديث ما يدل على الوجوب وقال ابن بطال استنبط البخاري عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من هذا الحديث قال لأن قولها توضأ وضوءه للصلاة فدل على أن المضمضة والاستنشاق كانت لأجل لأجل الوضوء تمضمض واستنشق وتوضأ وضوءه إذن المضمضة والاستنشاق هنا في الغسل لأي شيء للوضوء قال وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب إلا ما نقل عن أبي ثور كما قلت لكم وهو شاد شوف كيف يبني الدليل قال تقدم أو حكي الإجماع على أن الوضوء في الغسل غير واجب والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء فإذا سقط وجوب الوضوء سقط وجوب توابعه فلا يكون القول بالمضمضة والاستنشاق بكونه مواجبين في الغسل لهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء أي وضوء؟ وضوء الذي في غسل الجنابة يعني استقصى طرق الحديث فلم يجد فيه مسح الرأس قال وتمسكت به المالكية لقولهم إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس بل يكتفى فيه بالغسل فأجزأ غسل الرأس عن مسحه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله السادس قولها ثم أفاض على رأسه الماء ظاهره يقتضي أنه لم يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم كما يفعل في الوضوء سمعت نقل الحافظة بن حجر بالاستقصانه لم يثبت في شيء من طرق الحديث التنصيص على المسح قال وقد اختلف أصحاب مالك على القول بتأخير غسل الرجلين كما في حديث ميمونة هذا هل يمسح الرأس أم لا أو هل يترك مسح الرأس أم لا والمعنى واحد من قال يترك المسح ما وجهه اكتفاء بغسله فإنه يقوم مقام المسح وزيادة ومن يقول عليه أن يمسح رأسه فهو استتمام لصفة الوضوء المذكورة إجمالا أحسن الله إليكم قال رحمه الله السابع قولها ثم تنحى فغسل رجليه يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء وقد اختاره بعض العلماء وهو أبو حنيفة بل نقل الحافظ بن حجر في الفتح أن الجمهور ذهبوا إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل وليس مخصوصا بمذهب أبي حنيفة رحم الله الجميع فإذا إذا طبقت السنة راعك الله في غسل الجنابة تبتدئ بغسل الفرج ثم تنتقل إلى الوضوء مضمضة واستنشاقا وغسلا للوجه والذراعين ثم من غير مسح انتقال إلى إفاضة الماء على الرأس ثم سائر البدن ثم تختم بغسل الرجلين هذا ظاهر الحديث الذي روت ميمونة رضي الله عنها فدل على استحباب ماذا؟ تأخير غسل الرجلين طيب وتأخير غسل الرجلين واستنبط منه حكم فقهي وهو جواز التفريق بين أعضاء الوضوء فغسل الوجه واليدين وأخر غسل الرجلين وفصل بينهما بماذا؟ بغسل سائر البدن وإفاضة الماء عليه وسيأتي الإشارة إلى هذا قال رحمه الله السابع قولها ثم تنحى فغسل رجليه يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء وقد اختاره بعض العلماء وهو أبو حنيفة وبعضهم اختار إكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم وهو الشافعي ما ظاهر حديث عائشة؟ ثم توضأ وضوءه للصلاة فمن أهل العلم من قال هما صفتان ثابتتان في السنة إن شئت أكملت وضوءا كاملا لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها ثم توضأ وضوءه للصلاة فتنتهي بغسل الرجلين ثم تفيض الماء ومنهم من قاء وتبقى صفة ثانية ما ثبت في حديث ميمون تأخير غسل الرجلين ويمكن أن تقول قولا ثالثا وهو ما ذهب إليه بعض المحققين أن تجعل المسألة مترتبة على حال المغتسل في المغتسل فإذا كان المكان نقيا وطاهرا جاز له تقديم غسل رجليه وإذا كان يغتسل فيما كان يغتسل في مثله رسول الله عليه الصلاة والسلام في إناء أو في تور مثل الطست ونحوه فيجتمع الماء المنفصل عن الغسل تحت المغتسل فإنه يتأين في حقه تأخير غسل رجليه إذا خرج من ذلك المكان ليكون أنقى وأبعد عما كانت فيه القدمان قال وبعضهم اختار إكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم فإنه قد روى مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه فهذه الزيادة التي نقلت في بعض روايات مسلم تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام قال البيهقي هي غريبة صحيحة قال الحافظ بن حجر لكن في رواية أبي معاوية عن هشام من مقال فيثبت أن حديث عائشة رضي الله عنها طرقه الصحيحة تثبت الوضوء الكامل بما فيه غسل الرجلين مع الوضوء ولهذا قال ظاهر حديث عائشة ونقل هذا عن الشافع قال النووي للشافع في الأفضل قولان أصحهما وأشهرهما وهو المختار منهما أنه يكمل وضوءه قال لأن أكثر الروايات عن ميمونة وعائشة كذلك رضي الله عنهما طب إذا قلت هذا كلام نووي واستدرك عليه قوله أكثر الروايات إذا كان المقصود به كل رواية ميمونة وعائشة فقد تعقبه الحافظ بن حجر فقال ليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك بإيش؟ بتقديم غسل الرجلين وإكمال صفة الوضوء قل ليس في شيء بالروايات حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما التصريح ماذا فيها؟ قال بل هي إما محتملة مثل قول عائشة توضأ وضوءه للصلاة أو ظاهر في تأخر غسل الرجلين مثل حديث ميمونة ثم تنحى فغسل رجليه أو صريحة فيه كرواية ميمونة في حديث الباب الذي نحن فيه والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال رحمه الله وفرق بعضهم بين أن يكون الموضع وسخا أو لا فإن كان وسخا أخر غسل الرجلين ليكون غسلهما مرة واحدة فلا يقع إسراف في الماء وإن كان نظيفا قدم وهو في كتب مذهب مالك له أو لبعض أصحابه إذن ثلاثة اتجاهات الفقهاء منهم من يرى تأخير غسل الرجلين على ظاهر حديث ميمونة ومنهم من يرى تقديم غسل الرجلين إكمال لصفة الوضوء على ظاهر حديث عائشة رضي الله عنهما ومنهم من جعلهما حالين لكل حال مجال في اتباع السنة وهو المحكي أخيرا هنا والأمر فيه ساعة والله أعلم ثامن إذا قلنا إن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة فقد يؤخذ من هذا جواز التفريق اليسير في الطهارة من أين أخذ؟ تأخير غسل الرجلين وهذا بوض البخاري رحمه الله لجواز التفريق بين أعضاء الوضوء من هذا الحديث أحسن الله إليكم قال رحمه الله التاسع أخذ من رده صلى الله عليه وسلم الخرقة أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة واختلفوا هل يكرهوا والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم لما أتته بخرقة فردها عليه الصلاة والسلام ما دلالته؟ قالت فلم يريدها فجعل ينفض الماء بيده لماذا رد الخرقة؟ ما دلالته هذا؟ قالوا هذا دليل عن أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من الوضوء طيب ماذا يفعل المغتسل؟ يترك تقطير أعضائه حتى يجف الماء طيب ما حكمة ذلك؟ قالوا ما ورد في بعض النصوص أن المسلم إذا توضأ خارجت ذنوبه أو خطاياه من وجه إذا غسل وجهه من يديه ومن رجليه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء فيقول رعاية لهذه الحكمة وفيها ثواب جم لا يوجد إلا في هذه العبادة الجليلة فالحفاظ عليها مقصود شرعا هذا على قول أنه لا يستحب طيب السؤال لا يستحب استعمال المنشفى والخرقى والمناديل أو يكره هل هو عدم استحباب بأن تقول المستحب ترك الأعضاء تجف وحدها أو تقول يكره هذا الذي أشار إليه المصنف أخذ أنه لا يستحب التنشيف واختلفوا هل يكره لأنه ليس القاعدة أن الشيء إذا لم يكن مستحبا فهو مكروه هذا لا يضطرد نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والذين أجازوا التنشيف فاستدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء فلو كره التنشيف لكره النفض فإنه إزالة نعم لو كان المقصود من حكمة التنشيف هو تجفيف الأعضاء طيب فنفض الماء من اليد يحقق ذلك إذا ليس المقصود هو عدم جواز تجفيف الأعضاء وتنشيفها فإذا نحتاج إلى أن نفهم فلماذا رد الخرقة عليه الصلاة والسلام نعم قال وأما رد المنديل فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو غير ذلك والله أعلم ربما رأى في الخرقة شيئا فرفض عليه الصلاة والسلام استعمالها في التنشيف قالوا ربما كانت من حرير أو فرأى فيها قذرا أو وسخا وربما احتمال أنه ترك الثوب لإبقاء بركة الماء أو تواضعا منه عليه الصلاة والسلام قالوا فالمسألة محل احتمالات فلا يتعين أن تقول ها طالما رد الخرقة إذا لا يجوز أو تقول يكره تنشيف أعضاء الوضوء ليس في هذا دلالة صريحة فلا يصح تنزيل الحديث عليه ولهذا فإن الفقهاء في مسألة تنشيف الأعضاء في الوضوء أو في الغسل على مذاهب فمنهم من قال يكره التنشيف في الوضوء وفي الغسل معا وهو محكي عن ابن عمر رضي الله عنهما ومنهم من قال لا بأس وهو مباح نشف بالمنديل أو بالخرق أو نفض يده كل ذلك واسع وهو محكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه والثالث التفريق بين الوضوء والغسل فيكره التنشيف في الوضوء دون الغسل مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي المسألة مذاهب عند الفقهاء استدلوا بمثل حديث ميمونة رضي الله عنها لأنه أصحوا وأصرحوا الأحاديث في هذا الباب ومنهم من قال باستحباب التنشيف وهذا أيضا لا يساعد عليه ظاهر الأحاديث وسواء كان يستعمل من شفة أو ملحفة أو غير ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام رويت عنه أحاديث ضعاف منها حديث عبادة أنه التحف من الحفة بعد الغسل وحديث معاذ أنه كان يمسح وجهه بطرف ثوبه لكنها أحاديث ضعيفة أما حديث أم سلم قالت ناولته الثوب ليتنشف به فلم يأخذه فهو تفريق بين الغسل والوضوء وأنه كانت له خرقة يتنشف بها لكنه أيضا حديث ضعيف وبعض الفقهاء قال هذا يحمل على الحاجة وعدمها وهذا يختلف باختلاف الأحوال والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله العاشر ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء ألا ينفض أعضاءه وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله ومستدل به على كراهة النفض وهو ما ورد لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح والله أعلم نعم تم حديث المصنف رحمه الله تعالى عن هذين الحديثين وفي حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة من جمل المسائل والأحكام الفقهية المتعلقة بالغسل فوائد جم والطائف تطرق إليها الشاريح رحمه الله تعالى ونختم بفائدة في حديث ميمونة الأخير هذا وهي قولها رضي الله عنها ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط قال ابن الملقن رحمه الله الظاهر أنه من المقلوب والأصل ضرب الأرض بيده هي ماذا قالت؟ ضرب يده بالأرض أو بالحائط قال الظاهر أنه من المقلوب والأصل ضرب الأرض بيده لأن اليد آلة والباء تدخل على الآلة مثل قولك ضربت بالعصى وكتبت بالقلم قال وقد جاء القلب في كلامهم كثيرا نحو قولهم عرضت الناقة على الحوض وأدخلت القلونسوة في رأسي وإنما أدخلت رأسك فيها فيحصل القلب قال ومنه جاء قوله تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة أي المعنى أن العصبة تنوء بالمفاتيح لثقنها فهذا وارد لغة ومستعمل فلا يقع فيه إشكال أو فهم على خلاف المراد تم هذا المجلس وقد تقدم في صدره أن الدرس يتوقف في هذا المجلس وهو آخر مجالسنا قبل رمضان ونعاود بعد العيد في موعد يعلن عنه حسبا متيسر في حينه إن شاء الله تعالى سائرين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد ونجعله لنا ولكم من العلم النافع والعمل الصالح الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين